خلود من السعودية تقول يا شيخ ما حكم الأكل والشرب باليد اليسار هل هو حرام وهل علي الذنب لو أكلت أو شربت مثلا فيها إذا كان في يد اليمين فطيرة واليسار نفترض في عصير هل يجوز يعني أني كذا وكذا خلود بارك الله فيك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل والشرب بالشمال يعني باليسار وقال يعني عمر بن أبي سلم قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت دعا عليه لأنه كان من المنافقين وكان متكبر فشلت يده نسأل الله العافية والسلام وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ولذلك نحن أمرنا بمخالفة الشيطان فأنت بارك الله فيك تأكلين و تشربين بيمينك فإذا كان بيدك مثلا فطيرة و بيدك الثاني عصير تضعين الفطيرة على المائدة على مكان و تشربين بيدك تأخذين تتناولين العصير أو الماء بيدك اليمين و تشربين بارك الله فيك و رضي عنك